تتكلم مع الحاجات الجديدة الحاجات الجديدة اه في الجراحات هي كلها اساليب جراحية يعني الواحد بيشتغل عملية جراحية بس شاف ان الالة الجراحية دي ممكن توفر على العيان مشقة معينة فالدكتور هو اللي بيخترع الالة هو والمهندس بيقول ان انا هخترع الالة دي ده اختراع الليزر جي من كده اختراع المنظار جي من كده برضه اختراع الروبوت جي من كده ان الجراح كان بيقعد ساعات عشر ساعات في العملية يعني هكتقصد ان الجراحة اساسها واحد لكن الفرق في التولز الفرق في الادوات في الابروتش ازاي يدخل ازاي يوصل اقل دامج اصغر فتحة هي الجراحات الحديثة هي جراحات بتركز على عدم المساس بشكل الجسم او بوظيفة الجسم فاذا الجراحة التجميلية بقت جزء اساسي من جراحة الاورام والفريق الجراحة الاورام فريق الاستقصال هو فريق مختلف عن فريق التكميل او التجميل عملية الجراحية الكبيرة دي ممكن تاخد حوالي من 10-15 ساعة طبعا مع التدريب المستمر ممكن تاخد وقت اقل ناخد مثلا كمثال عملية الاورام الفك اورام الفك ممكن احنا نعمل استقصال الفك بجزء من الغشاء المبطن لها ثم نزرع عظمة من عظمة الرجل في الفك ثم العظمة دي تركب عليها السنان بعد كده والمريض لو حالك شفته ممكن ما تلاقيش الفتحة اصلا شكلها باين اصلا ممكن بيخربوش بسيط ما تعرفش نعمل عملية اصلا ما تعرفش نعمل عملية هو ممكن يكمل حياته كده ايه وممكن مريض اخر فترات يعني كانت بتعامل زمان ان هو الاستقصال والتكميل فقط المريض ما بيقدرش يعيش حياته كده بالطريقة دي ممكن يعني يجي له سوء تغذية او يجي له اكتئاب من شكله مثلا ما بيقدرش يتواصل مع الناس فهو الشفاء مهم والكواليتي اوف لايف اهم حاجة في الشفاء مش بس القضاء على الكنسر فهو ده اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي الكواليتي اوف لايف the best quality the best appearance انا اسف لانا بتكلم يعني ساعات كده باللغة المتامرات